المورد الثالث الكامل جزء تاسع ابن الأثير قال ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة دخلت سنة خمسمائة وسبعة وستين هجري ولا زال الكلام قلنا فيما يتعلق بالملك الناصر السلطان الفاتح صلاح الدين قال ابن الأثير في هذه السنة سنة خمسمائة وسبعة وستين قال ذكروا إقامة الخطبة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلوية أيضا عندنا مقاطع أليف قال أي ابن الأثير قال في هذه السنة في ثاني جمعة من المحرم قطعت خطبة العاضد لدين الله أبي محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن فلان يقول وكان سبب الخطبة العباسية لا ننسى بأن الفاطمين هم على مذهب الإسماعيلية هم إسماعيلية إذن لا ننسى هذا الأمر إذن يقول وكان سبب الخطبة لماذا خطب الخطبة العباسية يقول وكان سبب الخطبة العباسية بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت قدمه بمصر وزال المخالفون له وضعف أمر الخليفة بها العاضد وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش الخصي لا ننسى وهو خصي هو الذي يقول ابن الأثير يقول وصار قصره قصر العاضد الفاطمي يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش كيف حكم به بوثاقة الخليفة من الذي أتى به هو الخليفة الفاطمي جنى على نفسه وأتى به هو الخليفة الفاطمي اختار أن لا يكون في مواجهة السليبيين لإحتمال أن ينتصر السليبيون عليه فيحتل بلاد المسلمين ويتسلط على المسلمين فاختار الزنكي والزنكي أرسله الأيوبي إذن ليست بشطارة وليس بقتال وليس بشجاعة وإنما بعناوين أخرى كل إنسان له أن يختار ما يختار من عنوان كيف تسلطه وكيف تمكن صلاح الدين وكيف تمكن الأيوبيون من الفاطمين والدولة الفاطمية وكان سبب الخطبة العباسية بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت قدمه بمصر وزال المخالفون له وضعف أمر الخليفة بها العاضد وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قرقوش وهو خصي كان من أعيان الأمراء الأسدية أو الأسدية لا أعرف إلى أين ترجح هذه وهل يقصد بها إلى أنهم يرجعون إلى أمراء أسد الدين الأيوبي الله العالم يقول كلهم يرجعون إليه إلى هذا الخصي فكتب إليه نور الدين محمود بن زنكي يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة الخطبة المستضئية أي للخليفة العباسي المستضئ التفت جيدا هنا ستبين لكم وستحصل المفاجأة عندكم ظاهرا كحكم أولي بأن صلاح الدين أيضا كان من الشيعة من الرافضة من الفاطميين من الإسماعيليين وكما تبيننا سابقا ممن يزورون القبور من القبورية يزور قبر الشافعي من الشافعية وأيضا قرب الصوفية من الصوفية إذن كل هذه العناوين عند الداعشية عند الدواعش هي تكفر صلاح الدين يقول فامتنع صلاح الدين إذن نور الدين طلب أن تقطع الخطبة أي خطبة الدعاء بدل ما يذكر الدعاء للخليفة الفاطمي يذكر الدعاء للخليفة العباسي يقول فامتنع صلاح الدين واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه لميلهم إلى العلويين واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليهم لميلهم إلى العلويين يكمل ابن الاثير لاحظ لم اعلق هنا لماذا لانه يكفي في التعليق ما ذكره ابن الاثير نفسه ماذا قال ابن الاثير اذن المقطع ضاء يقول وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ويريد بقاءهم لاحظ يريد بقاء الفاطمين لاحظ شيعي او ليس بشيعي فاطمي او ليس بفاطمي اسماعيلي او ليس باسماعيلي رافضي او ليس برافضي جهمي او ليس بجهمي هذا هو الحكم الأولي لاحظ يعطي المبرر ابن الأثير يقول ويريد بقاءهم يريد بقاء الفاطميين خوفا من نور الدين لاحظ السياسة هذه هي السياسة كما يحصل الآن تجد السني يتحالف مع اليهودي مع المسيحي مع الدولة الغربية مع الدولة الكافرة يتحالف مع الدولة الشيعية يتحالف مع الدولة الصفوية يتحالف مع الدولة المجوسية يتحالف مع الدولة الفارسية أو الدولة التركية أو الدولة الزنكية أو الأيوبية أو الفاطمية أو الإسماعيلية وغير هذه من العناوين ضد السنة ضد أبناء دينه وأبناء مذهبه وفي المقابل أيضا تجد الشيعية يتحالف مع التوجهات الأخرى المختلفة دينا طائفة مذهبا مع توجهه ضد أبناء مذهبه وطائفته ودينه وهكذا تجد هنا وهنا هذه قضية ليست بجديدة مصالح وسياسة يقول وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ويريد بقاءهم خوفا من نور الدين فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية صلاح الدين لا يريد إذن ارتباط صلاح الدين بنور الدين هو ارتباط فقط في الظاهر يعني ارتباط فقط في الشكل وبالشكل فقط يقول ويريد بقاءهم خوفا من نور الدين فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه انتفت جيدا كما قلنا يعني لم يأخذ الدولة الفاطمية ولم يسيطر على الدولة الفاطمية إلا برضى وإمضاء وقبول ودعوة الخليفة الفاطمي وخلاف هذا أتى بأساليب أخرى كل إنسان له الشأن في تسمية الاستوب الذي انتهجه صلاح الدين ماذا يعطي عنوان لاستوب صلاح الدين في أخذ الحكم من الفاطمين الآن نقول الآن لنرجع خطوة إلى الخلف ماذا فعل صلاح الدين مع نور الدين ولي نعمة صلاح الدين وقال صلاح الدين ولي نعمة الأيوبين ماذا فعل له ماذا حصل له لاحظ التفت جيدا هو مرتبط بنور الدين وهو تحت ولاية وصاية نور الدين وهو تحت أمرة نور الدين لا يرضى أن يدخل نور الدين إلى مصر حتى لا يتم عزل صلاح الدين ويأتي بأمير آخر أو بملك آخر أو بسلطان آخر أو بنائب آخر غير صلاح الدين يقول فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه فكان يريد أن يكون العاضد معه أي العاضد الفاطمي فكان صلاح الدين يريد أن يكون العاضد معه حتى إذا قصده نور الدين امتنع به امتنع بالعاضد يستعين بالشيعي بالرافضي بالقبوري ضد من؟ ضد نور الدين ضد السلطان ضد الخليفة ضد ولي الأمر ضد أهل السنة حتى إذا قصده نور الدين امتنع به بالعاضد امتنع به وبأهل مصر عليه فلما اعتذر إلى نور الدين بذلك لم يقبل عذره نور الدين يعرف ماذا يفكر صلاح الدين بماذا يفكر صلاح الدين يقول فلما اعتذر إلى نور الدين بذلك لم يقبل عذره وألح عليه بقطع خطبته وألزمه ألزاما لا فسحة له في مخالفته